الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين يقول الحق سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحابته الكرام فقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحج فقام رجل وقال يا رسول الله أفي كل عام فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد الرجل نفس السؤال أفي كل عام فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الرحمة المهدى ثم قال لو قلت نعم لوجبت فقد فرض الله الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر وكما ذكرنا الحج تقوية للدين وتقوية للإيمان والحج بناء للأنفس وبناء للأخلاق ففي الحج يلتزم الحاج بأخلاق الإسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وعندما نقول إن الحج بناء للدين وبناء للنفس وتقوية للإيمان فنحن نستلهم هذا المعنى من قول ربنا سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والسؤال هنا متى نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم إنها نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع في هذه الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهمنا من ذلك أن الحج تقوية للدين وتقوية للإيمان والأخلاق وفي الحج بعد آخر بعد أخلاقي يحدثنا عنه الحسن البصري فيقول الحج هو سلاسة أمور أولها بزل الندى أن تكون كريما سخيا لأن الزاد قليل وكل واحد بحاجة إلى هذا الزاد بزل الندى أن تكون جوادا كريما سخيا وسانيها كف الأذى أن تبتعد عن أذى الناس فأنت في الحج أنت في معية رب البيت الحرام وأنت في حمى رب البيت وأنت في أمان الله وضمانه فينبغي عليك أن تكف أذاك عن خلق الله وأن تعاملهم معاملة طيبة حسنة وسالسها طلاقة الوج أن تبتسم في وجوه الحجاج إلى بيت الله الحرام هكذا يفسر الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه معنى الحج أن أخلاق الحج تتمثل في هذه الأمور أن تكون كريما سخيا جوادا معطاء وأن تكف أذاك عن خلق الله وأن تبتسم في وجوه الحجاج وقد حدث موقف لحفيد سيدنا عمر وهو سالم بن عبد الله ابن عمر هذا الرجل كان في منا فزاحمه رجل ثم شتمه ذلك الرجل وقال له إنك رجل سوء فما كان من سالب الفقيه العابد وهو حفيد سيدنا عمر بن الخطاب إلا أن قال لهذا الرجل في موسم الحج والله ما عرفني إلا أنت هو يقول له إنك رجل سوء ويرد عليه قائلا والله ما عرفني إلا أنت لأنه فهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفس ولم يفسق رجعك يومي ولدته أمه والحج له بعد آخر اجتماعي فإن من أهداف الحج تقوية الأواصر بين المسلمين وتحقيق الوحدة ونبز الخلاف والعصبية وهذا تجلى في حجة الوداع عندما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوق والواجبات وأعلن المساواة بين الناس في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كلكم لآدم وآدم من تراب فالناس عند الله سواسية وهذا المعنى لا نفهمه ولا يستوعبه الإنسان إلا في موسم الحج عندما ترى الناس في سوب واحد يدعون ربا واحدا يطوفون حول البيت الحرام ويقصدون عرفات وكلهم قد تخلوا عن الزينة ولبسوا سياب الإحرام متجردين من الرفاهية ومن زينة الحياة الدنيا عندها نفهم هذا المعنى المساواة يا أيها الناس إنا خلقناكم من زكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اللهم ارزقنا زيارة إلى بيتك الحرام وارزقنا حج بيتك الحرام ووفق الحجاج والمعتمرين لما تحبه وترضاه وتقبل منهم حجهم يا أكرم الأكرمين واحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم رحمة الله وبركاته